أكد وزير الخارجية سمح شكري أن مصر بصفتها رئيس مؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ كوب 27 تدرك التحديات المتعلقة بقضايا تغير المناخ وخلال كلمة ألقاها في أسبوع المناخ لإفريقيا المنعقد بالعاصمة الجابونية لبرفيل أكد شكري أن مصر مستمرة في تحليل وتقييم تنفيذ التعهدات والالتزامات السابقة الصادرة عن قمم المناخ السابقة بباريس وجلاسيكو الدول النامية على وجه التحديد في أفريقيا يجب أن تتعامل مع كل هذه التبعات بينما تواجه الصعوبات الداخلية الخاصة بها وتحديات التنميع كرئاسة قادمة لكوب 27 فإننا ندرك هذه التحديات وأنه يجب أن نوجه تغير المناخ ونحن مستمرون في تحليل هذا الوضع المتطور وتأثيراته بالإضافة إلى تقييم تنفيذ التعهدات السابقة والالتزامات من باريس حتى جلاسيكو